بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع قيام الأحزاب السياسية التركية الأخرى بالفعل بالكشف عن بياناتها الانتخابية فإن حزب العدالة والتنمية الحاكم بصدد إعداد مخططه العام ومن المتوقع أن يعلن الحزب الذي اختلف عن الأحزاب الأخرى بانتهاجه حملة منخفضة المستوى نظرا لآلام الضحايا في زلزال السادس من فبراير بيانه في 11 أبريل وسيركز بيانه بشكل أساسي على الزلازل وغيرها من الكوارث والخطوات لمنع تكرار الأضرار الجسيمة التي حدثت في الزلزال الأخير نتابع معكم في هذا الفيديو على ماذا يركز العدالة والتنمية في بيانه الانتخابي المرتقب لمعرفة التفاصيل كونوا معنا حتى النهاية يفخر حزب العدالة والتنمية وهو الفائز في الانتخابات المتتالية في عقدين من الزمن بالوفاء بتعهداته في الانتخابات السابقة وسيكون موضوع هذا البيان هو الذكرى المأوية للجمهورية التركية التي سيحتفل بها في 29 أكتوبر 2023 يسير الحزب بقيادة الرئيس أردغان على خطى مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية في إحياء الدولة التي تأخرت عن التحديث والاعتماد على الذات يسير الحزب بقيادة الرئيس رجب طيب أردغان نحو إحياء الدولة التركية الحديثة أو التأسيس الجديد في 2023 كما سيقوم حزب العدالة والتنمية أيضا بتغيير شعاره التقليدي في الانتخابات ويعني تابع المسير دون توقف والذي يمكن ترجمته إلى تابع التقدم وفق الخطوات الصحيحة وسيتم الانتهاء من النسخة النهائية للبرنامج الانتخابي في اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية المقرر عقده يوم الاثنين سيتضمن البرنامج الانتخابي 23 عنوانا وسيصلط الضوء على قرن تركيا وهي مجموعة من المشاريع الطموحة والخطوات التي أعلنها أردوغان في أكتوبر 2023 قبل الذكرى السنوية لجمهورية تركيا وسيركز البرنامج على التنمية باسم الحزب ويصلط الضوء على الاستثمارات في هذا الصدد جنبا إلى جنب مع الخطوات الديمقراطية والاجتماعية على عكس الأحزاب الأخرى التي ذاقت الهزيمة في جميع الانتخابات ضد حزب العدالة والتنمية يملك حزب العدالة والتنمية الفرصة للترويج للخدمات والإجراءات التي حققتها حكوماته وسيتم عرض هذه بشكل بارز في البرنامج الانتخابي وسيكون البرنامج الذي جاء تحت شعار الان حان دور تركيا على استعداد لتقديم قائمة بنجاحات حكومات حزب العدالة والتنمية في كل مجال بدءا من التعليم والسياسة الخارجية وصولا إلى التنمية الصناعية وتطوير التكنولوجيا والصناعة الدفاعية والطاقة والزراعة والحياة الاجتماعية والثقافية والصحة والشباب والرياضة يحمل قسم آخر من البيان شعار سنذهب إلى المستقبل معا وستكون إعادة بناء الولايات المتضررة من الكارثة وتشكيل مدن مقاومة لمثل هذه الكوارث من خلال التحول الحضري بنودا في البيان التحول الحضري هو مفهوم قدمته حكومات حزب العدالة والتنمية يتضمن هدم المباني القديمة ذات القدرة المنخفضة على تحمل الكوارث واستبدالها بأخرى قوية كما خصص البيان أقساما للاقتصاد والبيئة والأسرة والعدالة والحريات بالإضافة إلى فئة منفصلة للتعهدات من أجل رفاهية الشباب والنساء انتخابات 2014 هي الأولى منذ تحول تركيا إلى النظام الرئاسي وستكون حاسمة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الذي يواجه زعيمه مجموعة متنوعة من أحزاب المعارضة التي وحدت قواها للإطاحة به ومع ذلك يتمسك الرئيس أردوان بحملته الصامتة ويزور في الغالب الولايات التي ضربها الزلزال خلال حملته الانتخابية ويختار خطابات قصيرة في التجمعات دون أغاني انتخابية باستخدام مكبرات الصوت وسيعلن الحزب عن مرشحيه لنواب البرلمان يوم 11 من أبريل وكذلك عن أحداث أخرى تتعلق بالحملات الانتخابية ومن المتوقع أن تجري الأمور بتواضع دون مراسم أبها مثل الحملات الانتخابية السابقة إذن حزب العدالة والتنمية سيترجم في حملته الانتخابية إنجازات 20 عاما قام بها الحزب بزعامة الرئيس رجب طيب أردوان لا شك أن الحزب يعمل أو يقوم بحملة مراجعات وحملة لتقويم الذات كبيرة جدا خاصة أن هناك بعض الانتقادات الداخلية والخارجية والتي يعيرها الرئيس رجب طيب أردوان اهتماما كبيرا ويسعى لعملية التطوير وعملية نقل الحزب إلى مرحلة ما بعد عام 2023 لمواجهة ومجابهة التحديات الكبيرة الإقليمية والعالمية وكذلك أيضا الاستمرار في النهضة التركية والتي بدأت قبل 20 عاما على كافة الأصعدة والمجالات خاصة في المجالات الطبية والمجالات الثقافية والعسكرية والدفاعية كل هذه الحزمة التي قام بها حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوان وهذه النهضة الكبرى والتي يريد أن يتوجها الرئيس أردوان والحزب بقرن تركيا هذا القرن أي المئة عام القادمة أو القرن الواحد والعشرين سيكون قرن تركيا بامتياز كما بشر بذلك مرارا وتكرارا الصحفي التركي الشهير إبراهيم كراجول والذي تحدث مرات ومرات عن قرن تركيا الذي نعيش فيه القرن الواحد والعشرين لا شك أن هناك تحديات كبيرة تواجه الرئيس رجب طيب أردوان والحزب لمحاولة إيقاف المسيرة وإزاحة الرئيس رجب طيب أردوان هذه التحديات لا نقول أنها تحديات داخلية وحزب بل هي تحديات خارجية حيث يعمل الأمريكان والغرب على محاولة إيقاف هذه المسيرة وتقزيم تركيا وإعادتها إلى بيت الطاعة حتى تكون دولة تابعة للغرب لا دولة ذات سياسة مستقلة وسيادة كما يفعل الرئيس رجب طيب أردوان لذلك كانت هذه الخلطة العجيبة المتمثلة في الطاولة السداسية والتي تسعى لإيقاف الرئيس أردوان وإيقاف المسيرة بشكل كامل وبشكل عام ولكن يبقى الجواب عند الشعب التركي هل سيكون الشعب التركي قادر على مواجهة هذه التحديات وإكمال المسيرة مع الرئيس رجب طيب أردوان ومع حزب العدالة والتنمية لكي تشهد تركيا صعودا جديدا وعودة منتظرة لا نقول من تركيا بل من كل العالم الإسلامي متابعين الأعزاء في الختام لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته